السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديالت اليوم إخوان غد نطرق بزاف دية الأخبار هي أول حلقة في شهر ستة وغد نطرق إلى الجريمة اللي اهتزلها المجتمع الإيطالي هي حادث الساعة وصراحة حادث لهواية مؤسف تم العثور على الجثمان ديال شابة إيطالية سميت هات جوليا حامل في الشهر ديالها السابع والتفاصيل ديال كيفاش نلقاوها واش نوقع عليها هاتش هو اللي يصدم الإيطاليين أكثر غد نتكلمو كذلكي إخوان على مدينة كونيو في واحد بلدية اللي كان في هاد البروفينشا توفات أم مغربية أم لأربعة أطفال من بيني هالطفلة اللي يالله تزادت ومن بعد الزيادة ديالها غد يتجاهي إخوان واحد نازيف للأطيباء ما قدروش أنهم يوقفوه والسيدة غد يتوفى الله يرحمها وتعازين الحارة للعائلة ديالها في حين أنه غد نتكلمو يا إخوان على التدخم التدخم كيتراجع في أوروبا غنقول لكم بش حال ولكن كيتراجع في مسائل أخرى من غيري إخوان تقاضيين للأتمينة ديالها بقى طالعة وطالعة بزاف النسبة ديال التدخم وغلاء الأسعار في التقاضية صاروخي غنتكلمو علي وغنشوفو شحلو اللي يرتمان ديال الغاز الغاز من هاد النحية على الأقل غيطمأن شوية البوليطات ما غيكونو شغاليين وشوفوا معي التفاصيل أكثر كيفما أنه غد نتكلمو على الأزمة ديال الكيراء لسين داكو ديال مدينة فرنس داري إخوان واحد الحل اللي بيه كي يمنع في وسط المدينة في الشانترو ستوريكو باش أنه يتكراو ديور لهذا الكيراء السياحي القاصير يتكري دار لعائي لي أنه ما تكريهاش وهذا غيكون من بين الحلول ليفكوا الأزمة ديال الكيراء كيفما أنه غد نتكلمو على المواطن المغربي اللي كان وقاها بين علي الجانوب وكي بيحتوا عليه من بعد ما أنه حاول يقتل الزوجة دياله حاليا في نفس بيطار الزوجة في الإنعاش وحتى هوي إخوان في الإنعاش وغادي نقول لكم كيفاش حتوصليه كيفما أنه غادي نتركوا الأخبار أخرى وكيفما العادة كنشكر جميع الناس اللي كي خليوا لايك لايكرا كما كنقول لكم دائما مجاني عير هوية كي بيين الفيديو للناس خرين والناس اللي لم تشاركاش الشاركة باش وقت توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي نتركوا الأخبار ديال الجالية المغربية ومن غير الأخبار ديال الجالية المغربية غا نشوف واحد من أهم الأحداث اللي واقعنا حاليا في إيطاليا وربما غايكونوا من أهم الأحداث في السنة راكم عارفوا أن إيطاليا مرة مرة كنت وقع فيها شي جريمة اللي كتنتاشر بزاف طاليا وكي بقوا يتكلموا عليها المدة أيام هو دك الشي اللي وقع اليوم غادي نتركوا التفاصيل بطبيعة هالأول حاجة اللي غادي نتكلموا عليها يا إخوان هو وفاة سيدة مغربية أم مغربية لثلاث أطفال كانت حاملة يا إخوان الحمل ديالها كان عادي وطبيعي ما فيلت عقيدات لمشاكيل غادش السميطار ديال صافيليانو اللي كان في البروفينشا ديال كونيو باش تولد للمرة الرابعة غادش ولد بنية اللي فيها 3 كيلو و50 جرام اللي هي في صحة ممتازة والحمد لله ما عندت شي حاجة ولكن ما بعد الولادة غايجي هاي إخوان واحد نازيف داخلي حاد وعلى الإتر ديال هاد النازيف السيدة غادي توفى الأطيب بطبيط حلو الفرمليين قال لي قدرنا جد يانا كامل باش أننا نعتقوها هاتش دي تتكرف واحد البلاغ لنشر السبيطار ولكن السبيطار رغاي حاول أنه يبعد عليه المسؤولية كينا لازل اللي كدير تحقيق وكينا النيابة العاملية يكدير تحقيق ورجال الشرطة حزوا على الكارتال الكلينيكا يعني الملف الصحي ديال السيدة المغربية اللي في العمر ديالها 37 عام كيف ما قدت لكم كتخلي زوج معها تلاتة ديال الأبناء وتزادت عليهم هات البنية اللي هما ربع عدبة حاليا الله يرحمها يا إخوان وتعزين الحارة للعائلة وكذلك للزوج وصارحة شيء لهو يمؤسف للغاية ولكن قدر الله ما شاء فعل دعوي إخوان مع هات الزوج ومع هات العائلة بالصبر الله يرحمي إخوان هات السيدة وللتدكير فقط هات الخبر رات طرقت لي أهم الصحف إيطالية من بينها ريبوبليكا من بينها لاستامبا وكذلك القناة ديال لاراي وصحف محلية كثيرة مشون شوفوا خبر آخر هات الصور اللي كتشوفوا معاي إخوان عندها علاقة بالمواطن المغربي اللي كانت عن الزوجة دياله وحاول أنه يحرقها وهرب هنا يا إخوان هدرها المستشفى دي المدينة برينديزي المدخل دياله هاد العافي اللي كتشوفوا هنا يا إخوان البقاية دي العافي اللي كانت شاعلة هي ديال المواطن المغربي المبحوث عنه يعني هاد القيصة إخوان ديال الهروب كتسالبو حد طريقة كارتية المواطن المغربي على حساب ما كيعودوا الشهود وعلى حساب ما كيقولوا مقالات كثيرة في الإنترنت هو أنه بالأمس في حدود الساعة السابعة قريبا مشي إخوان بالطموبيل دياله فيات بونتو اللي هي هاتي مباركيت جي عادي ما عنده تشي مشاكيل غينزل منها غيهرشنوا النوس وغيحاول أنه يدخل السبيطار السبيطار اللي نعسى فيه الزوجة دياله اللي هي إخوان في العناية المركزة يعني السيدة الحالة ديالها جد حريجة ماشي في خطر ديال الوفاة ولكن الحالة ديالها صعيبة وكيف ما تيقولوا عدة مقالات غيبقى عندها الآتار ديالها 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 دائما لأنه الجه ديالها والعنق ديالها تحرقه وعليه جروح وحروق اللي هي خطيرة وحط الطموبيل سول واحد السيدة اللي كان يزمنها ديالها السبيطار قال لي مني كي يدخلوا قال لي راك يدخلوا من البلاسة الفلافولانية مشحط السيارة وبغي يدخلوا وقعي سي بغي يدخل منعوه إخوان الحراس ديال السبيطار هذوك القوارد اللي كيكونوا في الباب مني غادي منعوه غيرجع للطموبيل كيف ما قلت لكم غيهز داكن النوس وغيهز واحد القرعة ديال البنزين يعني قرعة ديال الماء صغيرة فيها البنزين غيكفح على راسه وغييسرد راسه يا إخوان بالبنزين وغيشع العافية في راسه بطبيعة الحال هنا هي غيددخلوا هذوك القوارد اللي كانوا في السبيطار يعني الناس الحراس وغيددخل كذلك واحد مولطوبيس اللي كان يزمنت الماء يعني الطوبيس يا إخوان ديال النقل عندهم بجوجهم يا إخوان الاستنتوري باش كتفوا العافية وساعدوا المواطن المغربي باش أنه يتفيعوا عليه العافية سريعا ومع ذلك كانت عنده حروق على المستوى ديال تمانين في المئة ديالجسد دياله حتى هو حاليني إخوان في القسم ديال العناية المركزة في السبيطار اللي نعسى فيه الزوجة دياله بطبيعة الحال كنت تكلموا يا إخوان علاقة السكاريتية وصراحة الصحفيين شي لما كتبوا فهات شي ومقالة تراها كتير يا إخوان هنا من عين المكان اللي وقعت فيه الواقعة ولكن لا يهدر الشهودية الخير تشو واحد ما كان كيدون أنه غدي تسالي هاد القضية بحلمه كاية في الطموبيل لقوا تريفوني إخوان مازال خدام فيه الجي بيأس لكي ديال السبيطار وهو غير عاونهم باش يعرفوا الجي بيأس من خدمه يعني بلاصل اللي شعرفها الجي بيأس ره ربما هي اللي كان مخزون فيها باش يعرفوا واش كان مخزون عاد شي واحد ولا كان عير ببوحده هربان ولذلك تحقيق ره مازال مستمر سيد واش غادي يعيش وما غاديش يعيش الله أعلم يا إخوان الله يدير شي شهودية الخير هات شي اللي نقوله في حين أنه غادي نتكلموا يا إخوان على هات الشاب هات الشابي إخوان لإيطاليا كاملة كتتكلم عليها هاتش لا علاقة له بالجالية المغربية ولكن هذا هو أهم حدث وهذا هو يا الكلام ديال المواقع التواصل الاجتماعي الكلام ديال الإنستغرام ديال تيك توك ديال الفيسبوك وكذلك النشرة الإخبارية والبرامج هاتش عايش كيتكلموا هات السيدة يا إخوان اسميتها جوليا ترامونطانو وهي عند 29 سنة كانت حاملة في الشهر ديالها السابع وغادي تختافي هذه تقريبا شي سيمانا هم تيقلبوا عليها طاليا كلهم مقلب عليها فآخر حلقة ديال كلاف فيستو البرنامج لكيدوس في الريطري تكلمت الأخت ديالها والعائلة دياله كيب كيو كيطلبوا منها باش أنها ترجع للمنزل خصوصا أنه من بين الأخبار اللي بنت في الأول هو أنه السيدة هزت الباسبور وهزتش 500 أورو اللي كانت كاشف في الدار وكذلك هزت لكارت ديال حساب البنكي ولذلك كل شي كان كيفكر بلا أنه السيدة هربات من المنزل علش هربات؟ هربات لأنه اكتشفت بلا أنه الرافق ديالها هذا اللي في الصورة كان كيخونها وطبيق حالي إخوان هاد شي اللي كانت إيطاليا كل مقتانعة بيه وكانوا كيقلبوا عليها ودار ليها نداء باش أنها ترجع للمنزل وبلا أنها ليست نهاية العالم خصوصا أنها السيدة حاملة في الشهر ديالها السابع إلا أنه الإبرح بالليل هاد السيد اللي كتشوف معايا في الصورة ولي كيخضمي إخوان بارمان يعني كيخضم في البيران هاد السيد غي اعترف لرجال الشرطة بلا أنه هو اللي قتلها وبلا أنه خفى الجتة ديالها وغي يوري رجال الشرطة في كين الجتة غنوريكم بعض الصور اللي غدي تفهمكم يا إخوان الموضوع هنا فين اللح الجتة ورا هاد الغاراجات وهاد الصورة دياله البرح بالأمس مني راجع للدار لوقيت اللي غيقرب للدار ديالو غيكتاشف بلا أنه كان واحد لعدد كبير ديال الصحفيين وعدد كبير ديال الرجال الشرطة كيتسنوه أمام المنزل هنا غيكتاشف الأول مرة بلا أنه هدك الجبل ديال الكذوب لداري إخوانه اللي يبنى بدك يريب عرف بلا أنه الحقيقة ديالو تعرفات لوقيت اللي غيحط له موبيل والصحفيين كيصوروا فيه وكيفيلموا فيه غيطلع غيقى ديال الرجال الشرطة العلمية في الدروش كي ياخدوا يا إخوان بعض البصامات وبعض الآتراس ديال الدماء غييلقاهم كذلك في الضارو في الغاراج ولذلك غييعرف بلا أنه صافي الكذوب ديالو تفرشوا كاملين والحقيقة ديالو بانت هنا الصور أخرى يا إخوان البوليس كيفما قلت لكم كي ياخدوا الآتراس من الدروش هنا الصور أخرى كذلك ديال السيدة والمكان اللي لحها فيه تفاصيل اللي كيعودوا على هات السيد اللي هو يانرجيسي وديمي إخوان ضيرا به النساء كيفما كيقولوا الأصدقاء والناس اللي تعرفوا عنده آلف مره وكيقدر أنه يتحكم في النساء رطابيط الحال السين ديالو إخوان عنده 30 سنة اللي غدي يوقع هو أنه كانت عنده علاقة مع هات السيدة اللي حامله في شهرها السابع وكانت عنده علاقة مع مواطنة إيطاليا إنجليزية عنده 23 عام وحتى هي يحملها وقناعها باش أنها تدير الإجهاض رطابيط الحال اللي وقيت لهذا الإنجليزية عرفات بالعلاقة اللي عنده هو مع الإيطاليا وبلل أنه حاملة منه هو بدك يكذب عليها وتيقول ليدك الشركين راه غير حقيقي هذيك السيدة اللي أنا معها راه العلاقة ديالي معها سهلات وراه سيدة اللي مريضة شوية في الدماغ ديالها وجاب لها واحد التاس ديال ديانا اللي كيتبت بلا أنه طفل اللي حامله به ماشي ولده وطابيط الحال هات الشاب اللي عنده 23 عام مني غت هز طابلات ديالو غتكتاشف لأنه في الانترنت كان كدير بحوت كيفاش يقدر يزور وثيقة وتحليلة ديال ديانا مني غتعرف الكذوب ديالو غتيتحاول أنها تتاصل بالسيدة اللي حاملة اللي عنده سبع شهر بطابيط الحال داروا واحد الرون ديبو باش يتلاقوا به ثلاثة فل بار هو غي خليهم وغت يمشيوا وكيف ما قالت هات الشاب اللي عنده 23 عام اللي هي إيطاليا إنجليزية قلت لهم أنا مني بقيت سمع وكنتكلم معها بناتنا بحلة كان واحد الاتحاد يعني عارفوا ريوسهم بلا أنه كان يضحك عليهم وكان يكذب على كل وحدة فيهم وكل وحدة فيهم تقولين هذيك رعير مسطية وره مناوي معا التشحجة ديال المعقوله بلا أنه رعير بدوز بها الوقت وهذا كان يقولها اللولة والثانية لو قيتها للسيدة غادي تسالي إخوان ذاك الحوار مع الشابة غا ترجع للدار غا تلقها كي تسنى فيها غا يطعنها عدة طعانات وكيف ما قال هو في الاعتراف ديالو البارح مع اللي وحدة ديالليل قال لي هم حاولت أنا نشعل فالعافية جوز ديال الخطرات المرة اللولة بلانكول وما بغتش تشدلي العافية والمرة الثانية بالبنزينة وما بغتش تشدلي العافية وفالأخر غتشدو كذلك الكاميرات بلا أنه مخرجي إخوان في واحد الميكا جفافات اللي كان مسحبيهم يعني لاتراز ديال الدماء اللي كانت في الأرض ومع ذلك وغي شد السيدة غي دراف ميكا وغي هبط على الغاراج وغي درافت نموبيل ديالو اللي هي من نوع كات كات ومن بعدي إخوان غي داور هذوك الغاراجات اللي يورريتكم وغيلوحة من تمو هو كيمثل حتى مني جاءوا الوالدين ديالها حت بغني قلبوا عليها وبغني عرفوها في مشات مني مشاوتم ماي اطلاقوا مع هواية خاسموا معها لأنه كانوا ديجا عارف بالخيال اللي كان كدير لبنتهم ولكن حتى شي واحد الحدود هذيك الساعة ما كان يظن أنه غي يكون قاتلها وهو كان يكذب وكانت عنده إخوان واحد يجبها قاسحة بزاف يعني كان مكالمي وكان يبين وحتى تقف النفس ديالو لا متيلة لها بطبيط الحال الناس اللي كانت تسأل هاد شي كامل في الوقاع وقعي إخوان في الضواحي ديال مدينة ميلانو في البلدية ديال سيناغو وهو يراه كبير في هذه البلدية ولكن زاد في بلدية ساستو سانت جوفاني اللي هي قريبة من سيناغو المهم حاليني إخوان راه هو في السجن سيدة للأسف ماتتو هي في شهر السابع وكنت تكلمو على كي اللي كيقولك خاصنا نتابعوه بعملية ديال القتل ديال جوج ديالة الروح لأنه طفلة أو الطفل اللي كان في الكرش ديالها كنت درت لي واحد العملية قيصرية بايش يخرجوه كان ربما يبقى عيش لأنه بزاف ذات الناس كتزاد على ست شهر على سبعة شهر يعني في الحالة ديالها هذك الطفل ربما كان خاصو يعيش ولذلك كيقولك نتابعوه بالتهمة ديال القتل ديال جوج ديالة الأرواح الله يدري الشهودية الخيري إخوان وصراحة هذ الخبر يعني خصوصا أنه السيدة كانت طاليا كامل كيقلب عليها رهس ضمن الإيطاليين وكيتكلموا عليه كثيرا في مواقع التواصل الشيماعي آخر معلومة غادين نذكروها هو أنه في سنة 去 من أسبوعية غادة ٢٠٢٤ لحدود ليوم واحد في شهر السياة للنساء اللي تم قتل ديالهم راهم ٤٧ أما يعني دخل فيهم جريمة دخل فيهم كل شي أما الناس اللي سقتلوا عن طريق العائلة ديالهم وناس اللي كعرفون هما ٣٧ مرأة ولكن الناس اللي سقتلوا عن طريق الرافق ديالهم الحالي أو السابق أو الزوج ديالهم هما ٢٢٢ عرف هذ .سنة الزنة ٢٠٢٣ أرقام اللي غادة كتنقص مقارنة بالسنوات الماضية ولكن ما زال أرقام اللي هي يطالع وطالع بزفا وحاجة أخرى اللي هي مهمة واللي قالتها في واحد مؤتمر صحفي ديال دقائق قليلة هادي نائبة العامة ديال محكمة ديال مدينة ميلانو كتنصح جميع النساء وهذه الناصحارة دائماً تيقولوها ما عمركم ما تبشيوا للروندي فو الأخير يعني منك يكون نقاشات وكتكون مشاكيل وتيعيط السيد السيدة أجين تفاهمه يعني يعطيني آخر فرصة ولا أجين تلقوا في واحد البار ولا في واحد المكان دائماً ما كنصح الناس أنه ما يبشيوش لأنه دائماً ما كتكوني إخوان عرحيلة من أجل تصفية الحسابات بالمرة يعني كتكون عمليات قتل أو شيء من هاد القبيل ناهيك على هذا هات السيدة إخوان بش عارف الخطورة دياله وخص غير في السن عنده ابن اللي عنده ست سنوات والده مع سيدة أخرى واللي كان مخبي على المرأة واتبجوج بالله أنه وراه عنده ولد عنده ست سنين وهات السيدة اللي مؤخر العلاقة دياله معها كانت مزيانة عيط ليها لوقيت اللي كانوا كيبحتوا على جوليا وقال ليها بغيت نبقى مع الإبن ديالي واحد النهار اللي قدرتي تجيبه ليها هي وخل على قم زيانة فهمت بلا أنه مش حاجة مش تلهي وجوباته قاسح وقال لي مالك تسطيتي كيقلبوا على جوليا وربما يلقوا عير الجثمان ديالها وانتك تقول لي يجيب لي يا ولدين دوز معاه النهار ولذلك أحسن حاجة كانت دارت ربما كان يقتلوا وليدير لي شي حاجة ولذلك النصيحة اللي قالت هات السيدة اللي كترأس نيابة العامة رأى نصيحة اللي تيكرروها منذ سنوات ولكن للأسف المساج ما كيوصلش في حين أنه غضي نتكلموا على مدينة كومو هاد الأيام يعني نهاري إخوان الأحد ويوم الثلاثة وقعوا في جوج ديال الأشياء اللي عندهم علاقة بقاسرين مغاربة يعني فدقة نهار الحد كانوا جوج واحد عنده 16 وواحد عنده 17 والبارح كانوا جوج ووجوجهم عندهم 16 سنة وبربعا جايين من مدينة ميلانو أشنو اللي يوقع اللي يوقع يا إخوان هو أنه كيضطروا أنهم يدخلوا البرونتوسو كورسو هاد الشباب لأنه يدخلوا في واحد الغيبوبة ديال الكوحول يعني بنادم يا إخوان كيبقى يشرب 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 حتى هذاك لا يكون لكي يدخل له الدم الجسد دياله ما كيبقاش متقبلوا وما قادرش أنه يهضموا حتى يدخلوا في واحد الغيبوبة كوحولية أشنو كتعني كتعني بلا أنه نباضات القلب كتنزل كتعني بلا أنه مكتبقاش تقدر تحكم فراسك كتعني بلا أنه صافي السيد كيتوضري إخوان لدرج أنهم يدخلوا البرونتوسو كورسو وفعلا مني كتدخلوا البرونتوسو كورسو وواحد فيهم الحالة دياله تحسنات والتاني كانت الحالة دياله صعيبة هو اللي يدخل في الغيبوبة دوي إخوان السبيطار ونعس عندهم وبقاتحت المراقبة هات الشبب اللي هما يا ربعة مغاربة تقريبا كامل عندهم 16 إلا واحد اللي عندهم 17 قالك ماشي من إيطاليا يا الله جو الإيطاليا هذي خمس يام من إسبانيا وكينن في واحد الخيري اللي كانت في مدينة ميلانو ومن مدينة ميلانو انتاقلوا إلى مدينة كومو واشك عارفوا فاشي واحد ولا شي حاجة الله أعلم المهم كيختاروا السنطر باشيبشوا يشربو فيه وعلى حسب التحقيقات الأولية يقولك بلا أنه هاد المواد الكحولية يعني لان كل يشربوه لا بيرا ولا شرب ماشي من البيرا اللي كانوا في السنطر ولكن ربما تقضو دك شي من سوبر مارشيات ومشوا للسنطر باشي سكره الله يرد بأبناء الجالية الله يدير شي شوديات الخير فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على التدخم في أوروبا والأرقام اللي خرجت على المستوى الأوروبي اللي كتتكلم على التدخم كيتبين بالله أنه في شهر خمسة هذا اللي قفلنا تدخم ارتافع بنسبة 1.1 على المستوى الأوروبي هاتشي في الإجمال ولكن مقارنة بشهر ربع اللي داز تدخم نقص لأنه في شهر ربع كانت 7% والأسباب ديال التراجع ديال التدخم في شهر خمسة هو المواد ديال الطاقة من بينها الغاز والبيترول هي الأسملة دياله منزلات وهاتشي لاش المستوى ديال التدخم إجمالا نزل أما لجينا نحقو فيه بالتحديد كالقوب لأنه المواد الغذائية تدخم ديالها واصل 12.5% يعني نسبة مئوية طالعة وطالعة بزاف يعني في المواد الغذائية شهر ربع اللي داز كانت زيادة ديال 13.5% يعني كان كتار في حين أنه في المواد ديال الصناعة 5.8% في حين أنه الخدمات 5% والمواد ديال الطاقة تدخم ديالها نقص بـ 1.7% يعني بدأ الأتمين ديالهم كتراجع مقارنة بالسنة الماضية وهذا اللي هو شيء اللي ممتاز نعطيكم التفاصيل أكثر اليوم الثمن ديال الغاز في السوق ديال أمستردام داري إخوان 23 أورو لميجاوات في الساعة ناقص 14% مقارنة بالأمس وهذا الأرقام كتذكرنا بالأتمين ديال الغاز اللي كانت في شهر تسعود ديال 2021 قبل بداية الأزمة وبأشهر كثيرة رطاب يتحل علش تمان ديال الغاز نزل بها الطريقة لأنه وجدت الأرقام حول استوكاش ديال الدول الأوروبية وتبين بلا أنه الأغلب ديال الدول يعني في الإجمال استوكاش ديالهم راه واصل 68% يعني استوكاش ديالهم عامر والوقت اللي غي يحتاجوا بشي عمروهم إلى نسبة 95% هذا هو الحد اللي كي وصلوا ليه ما غيستغرقش بززف ديال الوقت ولذلك ما غيكونش واحد طالب كبير على الغاز كيفما كان في السنة الماضية وهذا الشرك يعني أنه الأتمية ديال الغاز غادي تبقى نازلة إلا شفنا 68% راه هي المتوسط يعني كي اللي أقل وكي اللي أكتر إيطاليا وألمانيا عندهم النسبة ديال ملء ديال ستوكاش ديالهم بنسبة 74% النسبة اللي هي مرتفعة ومرتفعة بززاف وبطبيعة الحالة راك نتذكروا جميعا في شهر ثمانية ديال العمل اللي داز مني الغاز الثمان دياله وصلت 350 أورو الميجاوات في الساعة حالين 23 راه الأمور كيفما كان الحل الحمد لله عليها يا إخوان غامشوا نتكلموا دائما وهات السيدرة هي لا غارد يا إخوان اللي هي رئيسة البنك المركزية الأوروبية اللي قالت ومع ذلك ما يمكنش لنا يعني وخاك نشوفوا التدخم من قص هذا الشهر ما يمكنش لنا أننا نكونوا مطمئنين وما غا يمكنش لنا أننا نتأكدوا بلا أنه التدخم صافي وصل الأعلى نقطة وغيتم جاي نازل قاتلك اللي خصنا نستمروا في السياسات ديال زيادة سعر الفائدة وغنستمروا كذلك في المراقبة باش نتأكدوا مئة في المئة يعني هي شرحات واحد نقطة مزيانة قاتلك راه كأنه واحد طائرة نحن زدنا بزاف في النسبة ديال سعر الفائدة وطيارة طارت وخدت جد ديالها قلت لحنا ده بخصنا نراقب واحدة يعني توصل السماء لمنطقة اللي هي غا يطير فيها هذيك الساعة ما غاديش نحتاجه بزاف ديال سعر الفائدة غنبقوا نزيد وعير تدريجيا بشوية 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 وراقبه الوقاية اللي غا تبلينا الأمور السقرات غا نحبسه وهذا الشي اللي بتحلي إخوان كي يعني أنه سعر الفائدة ما زال غا تزاد يعني في القروض من هنا يا للقدام ولكن ما غا تكونش زيادات كثيرة وزيادات اللي هي مؤثرة بزاف ولكن غا تكون فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا عن الموضوع دير الكرة والمشاكل اللي عند بزاف ديال الناس باش أنهم يلقواوا الكرة ومن السيندك ودير المدينة فرنس كي يجي واحد الحل لأنه ومنك نتكلموا عن الموضوع للأزمة ديال الكرة اللي كي نحلين في إيطاليا تنقولوا من بين الأسباب هوية الناس اللي عندها منازل فعوض ما أنها تكريها المدة طويلة ولت الناس كتفضل أنها تكريها لمدة قصيرة يوم أو يومين أو ثلاث أيام فهذا كل مواقع ديال الانترنت بحال اير بيان بي الواحد كي ياخد الدار دياله كي يصلاحه ويقدر يقسمها كذلك وكي بقى يكريها عين خمس يام سيام في الشهر كي تبقى له أحسن وفي الفترة ديال الصيف أرى ربما يكريها حتى الشهر كامل وكيكون عنده واحد المدخول اللي هو يطالع وطالع بزاف خصوصا في الموضوع الكبير بحال بولونيا بحال فرنس بحال ميلانو تورينو فيناتسيا والعديد من الموضوع الأخرى كيف يدار السين داكو ديال مدينة فرنس؟ اللي كيف ما قال هو قال يمدرت واحد القانون اللي هو يا جريء من ناحية القانونية كينا الجرأة وقال يمخصنا نابد دمشي واحد يتحرك باش الأمور تغير إلا بقينا قال سينو كنت سنو اللحق قهد القانون ووشكي احترم تدصور ولا لا قال لي ما غاد نديرو التشي حاجة المهم اللي دار هو أنه في المنطقة ديال تشانترو يعني الصونطر ديال المدينة الصونطر اللي هو إخوان محمي من اللونسكو فهذاك الأماكن ابتداء المليومة واحد في شهر ستا غايووني ممنوع انه شي واحد يوالي يكري دار دياله الكرة اللي هو يا قاسر عشنو كن عني لذاب دارو ديجا مقيدة في المواقع ديال الكرة يعني اير بي ام بي ولا بوكينج غايبقى خدام بيها هاتشي في الصونطر ديال المدينة ديال فرنس أما إلا شي واحد غدا بغايد يدير واحد الدار ويكريها المدة قاسرة لا القانون ما كيرجعش الوراء ولكن غايبقى ابتداء المليومة اللي فاتح شي مشروع علىها فاتحه واللي حاتش دار كيكريها غايبقى يكريها ولكن باش غدا يفق شي واحد يقولك غايبقى نشري واحد الدار ونفتحه في مدينة فرنس اللي كريها في هات المواقع غايبقى ممنوع هاتشي لش لسين داكو ديال مدينة فرنس كيتكلم على الجرأة وهو كيطالب من الحكومة الإيطالية أنها تكون عنده واحد زعام كتر لا يكفي القوانين اللي كتدير فيهم حالين لأنه غير هاد الأيام الوزيرة ديال السياحة دارتي إخوان واحد المرسوم ديال القانون اللي حالين غايي صادقوا عليه وبهاد المرسوم ديال القانون غايبقى بزاف ديال القوى على هاد ديور اللي كيكريوي إخوان اللي كرى القصير يعني من بين القوانين لدارة الحكومة الإيطالية هو أنه غير مقبول أنك تكري عير النهار اللي بغي يكري في هاد ديور خاصوا على الأقل يومين وما فوق غزقو لي ما تغيرت شي حاجة اللي تغير هو أنه هاد القانون أصلا دار من أجل أصحاب اللوطيلات موالي اللوطيلات كيششكوا بزاف من هاد ديور اللي ولو كيدروني منه منافسة ولذلك إلا حاليا في بعض المدن يعني كنتكلموا عن المدن الكبيرة والمدن السياحية اللي عليها إقبال كبير الواحد اللي بغي يقلس عير نهار في هاد المدينة ما يمكن ليه في الديور خاصوا لها بالدمي بشي اللوطيل يعني قانون من أجل أصحاب الفنادق بخلاصة العبارة في حين أنه هاد القانون ما عنده تشي معنى لأنه في المدينة ديالي مثلا فرنس راه في المتوسط شحل كيقلسوا عندي الناس كيقلسوا يومين فاصلة سعود يعني تقريبا ثلث يام كيقلسوا عندي في المتوسط ولذلك ما غي تغير عندهم حتى شي حاجة لأغلبية ديور ما غيكون شي تغير اللوطيلات قالوا ما خاصنا نديروا شي قاونين بحال هادك اللي الدار في مدينة فيناتسيا ولي كانت دارته الحكومة ديالدراقي وكانت فيناتسيا هي المدينة الوحيدة وما زال هي المدينة الوحيدة اللي عندها واحد القانون كيعت إمكانية البلدية أنها تشوف زنقة بزنقة أو حي بحي شكونهم الديور اللي تعطاهم الرخصة باش أنهم يبقوا يكريوا بهذا الطريق يعني الكيراء القاصير وشكونهم الديور اللي يبقوا يكريوا وعير الكيراء اللي هي المدة الزمنية ذياله طويلة وطبيط حالي إخوان هاد القارار مزيان ولكن عرف فيناتسيا بحكم أنه فيناتسيا ضرات وضرات بزاف راه إلاجين نشوفوا السكان ديالها راه نقصب واحد درجة كبيرة بزاف تخيلوا معي إخوان مدينة فيناتسيا في البلدية بوح إذا ما كنتكلموش على البروفينشا فالف وتسعمية وتمانية وستين كان فيها تلتمية وسبعة وستين ألف نسمة اليوم في هاي إخوان ميتين وستو خمسين ألف نسمة نقصب واحد درجة كبيرة بزاف وفي التشانترو ستوريكو اليوم حاليا راه كين خمسين ألف نسمة وكيقول لك من هنا يلصيف هذا يعني اللي غيدخل غايولي وعير تسعة وربعين ألف نسمة الناس والسكتر بزاف من الصنطر لأنه ما بقاتش قداليه لعيش شغلات فيه وحتى هاد الكرة المؤقت راه خرجي إخوان على المدن الإيطالي الكبيرة بحكم أنه إيطالية من أجمل الدول في العالم إلا ما قلناش أجملها ولذلك عليها إقبال دية سياحة كبير ناهيك على هذا منبيل الأشياء الأخرى لدار السين دا كونار ديالا طلب من الناس اللي عندهم مشاريع وكيكريو هاد الكرة القاسير قليم تراجعوا على المشاريع ديالكم رجعوا تكريو المدة طويلة يعني العائلات وإلا رجعتوا في القرار ديالكم غايكون عندكم سكونتو على ليمو للمدة دية السنين يعني مشي سكونتو غاييت تعفاوا منها حيث ليمو هي الضريبة على الدار اللي ما تتخلص شي إخوان في الدار الأولى المنزل الأول المنزل التالي خاصك تخلص و أغلبية الناس اللي كيكريو راكيكون عندهم من المنزل الثاني والثالث إلا كنتي غذيت تعفا من المنزل الثاني راكي تعفا من واحد القيمة مالية في مدينة فرنس ديال الفين أورو في السنة الفين أورو في السنة لمدة ثلاثين يعني عندهم مي إخوان وحد الربح ديال السلاف أورو في ثلاثين ولذلك وش هاد الشي غيقناعهم أو أنه الأرباح الكبير اللي كيربحوا وراء هاد الكراء القاسير ما غذيش خليمي إخوان يتراجعوا الله يدير الشوديات الخير ونتمنى أنه هاد الموضوع يفقوني هو يلقى حلول راه إلا وقع كل شي ساكت تشي حجم غذي تتغير وإلا تغيرت الأمور راه إن شاء الله الناس غذي تلقى الكراء موسيقى موسيقى